هذا هو الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار من بحار أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه رواية تنقل لنا مناقشة بين سعيد بن جبير والحجاج وسعيد بن جبير علمه من علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سعيد بن جبير من أصحاب إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هو يأخذ من تلكم العين الطاهرة الخبر منقول عن عامر الشعبي وهو من علماء الأمويين معروف من هو عامر الشعبي أنه قال بعث إلي الحجاج ذات ليلة فخشيتوا هذا هو منهم يخاف من الحجاج بعث إلي الحجاج ذات ليلة فخشيتوا فقمتوا فتوضأتوا وأوصيت هذا يوصي هذا يجوز له أن يوصي ما محمد صلى الله عليه وآله لا يوصي بالأمة بعث إلي الحجاج ذات ليلة هذا هو الاندفاع الفطري توقع أن يموت فيوصي لا أبدا أن يوصي بعث إلي الحجاج ذات ليلة فخشيتوا فقمتوا فتوضأتوا وأوصيتوا ثم دخلتوا عليه فنظرت فإذا نطع منشور نطع هذه قطعة من الجلد الحجاج النطع موجود عنده دائما لأنه من الصباح إلى المساء يذبح بالناس النطع هذه قطعة من الجلد يضعون عليها الشخص الذي يذبح في يذبحونه حتى لا يتسخ المكان المجلس بدماء المذبوح فنظرت فإذا نطع منشور والسيف مسلول فسلمت فرد علي السلام فقال لا تخف فقد أمنت كالليلة وغدا إلى الظهر وأجلسني عنده ثم أشار فأتي برجل مقيد بالكبول والأغلال فوضعوه بين يده فقال إن هذا الشيخ يقول إن الحسن والحسين كان ابني رسول الله صلى الله عليه وآله ليأتيني بحجة من القرآن وإلا لأضربن عنقه هذا الشيخ هو سعيد بن جبير فقلت يجب أن تحل قيده فإنه إذا احتج فإنه لا محالة يذهب وإن لم يحتج فإن السيف لا يقطع هذا الحديد هذا يدل ماذا؟ يدل على أن السلاسل والأغلال والكبول كانت حتى على رقبته فحلوا قيوده وكبوله فنظرت فإذا هو سعيد بن جبير فحزنت بذلك وقلت كيف يجد حجة على ذلك من القرآن فقال له الحجاج ائتني بحجة من القرآن على ما ادعيت وإلا وإلا أضرب عنقك فقال له انتظر فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال انتظر فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله وكذلك نجزي المحسنين ثم سكت وقال للحجاج اقرأ ما بعده فقرأ وزكريا ويحيا وعيسى فقال سعيد كيف يليقها هنا عيسى قال انه كان من ذريته قال ان كان عيسى من ذرية ابراهيم ولم يكن له أب بل كان ابن ابنته فنسب اليه مع بعده فالحسن والحسين اولى ان ينسبا الى رسول الله صلى الله عليه وآله مع قربهما من الى اخر الكلام القصة فيها تفصيل ان اكتفي بهذا الموطن القرآن صريح وواضح وهذا الكلام موجود في الروايات وانما سعيد بن جبير اخذ هذا الكلام من الامة من امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هنا رواية جميلة ينقلها علي ابن ابراهيم القمي في تفسيره هو هذا القرآن وهؤلاء المحمد وهم الذين يعرفون قرآنهم تلاحظون هذا عامر الشعبي ماذا قال عامر الشعبي لما الحجاج طلب من سعيد بن جبير حجة ودليل من القرآن على ان الحسن والحسين هم اولاد رسول الله فعامر الشعبي لان علمه مأخوذ من جهة بني اميه ماذا قال قلت كيف يجد فحزنت بذلك وقلت كيف يجد حجة على ذلك من القرآن من اين يأتي بحجة فجاء بالحجة سعيد لانه جاء بها من اهل القرآن لم يأتي بها من عنده جاء بها من اهل القرآن واضحة صريحة واضحة صريحة واضحة صريحة موسيقى ترجمة نانسي ققيقية حتى موسيقى حتى ترجمةнимinä